بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و به نستعين و صلاة و سلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد عليه و على آله أفضل الصلاة و أتم التسليم أما بعد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و أهلا و مرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال اضطراب طيف التوحد أتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله عن بعض استراتيجيات تعديل السلوك و التي أثبتت فعليتها عند استخدامها مع أبنائنا من ذوي اضطراب طيف التوحد هذه الدراسة تم تطبيقها على أبنائنا من ذوي اضطراب طيف التوحد و أثبتت فاعليتها و أنها لها فائدة كبيرة عندما نقوم بتطبيقها مع أبنائنا من ذوي اضطراب طيف التوحد نبدأ على بركة الله الاستراتيجية الثانية التقويم الوظيفي للسلوك الجلسة الأولى نشير بشكل بسيط إلى هذه الممارسات ومفهوم الممارسات المبنية على البراهين فظهور مفهوم الممارسات المبنية على البراهين في ميادين متعددة إذ بدأ الحديث عنه في ميدان الطب منذ منتصف القرن التاسع عشر على الرغم من أن الحقبة الحديثة لرواجه كانت مع بدايات سبعينيات القرن الماضي أما في ميادين التعليم فقد تم تدشين عدد كبير من المبادرات للوقوف على الممارسات التي ستؤدي إلى نتائج إيجابية مع الطلاب وفي نفس السياق تم الاعتماد في مجال تعليم الأطفال واليافعين من ذوي اضطراب طيف التوحد على عدد من الإجراءات لقياس مدى تطبيق الممارسات المبنية على البراهين وعليه يستعرض هذا الدليل وهو دليل الشامل للعاملين مع ذوي اضطراب طيف التوحد 27 ممارسة وإستراتيجية طريقة ثبتة فعاليتها مع الطلاب واليافعين من ذوي اضطراب طيف التوحد منها هذه الاستراتيجية وهي التقويم الوظيفي للسلوك التقويم الوظيفي للسلوك التقويم الوظيفي في السلوك قبل أن ندخل إلى التعريف وهي من خلال التقويم الوظيفي للسلوك نحن نحاول أن نفهم هذا السلوك السلبي ما هو لماذا يقوم بهذا السلوك أنا إذا كان لدي فهم واضح لهذا السلوك و لماذا يقوم به وأحدد هذا السلوك يعني الأسباب وراء قيامه بهذا السلوك هذا يساعدني بشكل كبير بمعرفة التدخل المناسب معه يعني أنا أفهم السلوك يعني ما وظيفة و لماذا هو يقوم مثلا بالإجابة بشكل مباشر على سؤال المعلم بدون أن يرفع يده سأريد أن أفهم لماذا هو يقوم بالسلوك أقوم بالتكرار عليه أنه يجب عليك رافع يدك يا خالد ترفع يدك وتجاوب على السؤال يجب عليك ترفع يدك وتجاوب على سؤال المعلم هو يقوم بالإجابة مباشرة أنا أحاول أن أفهم لماذا هو لم يستجيب أنا بعد ذلك أعمل على وضع حلول وعلى ذلك نقيس على بقية السلوكيات الأخرى سواء كانت السلوكية أو حتى أحيانا نستطيع استخدامها مع بعض المشاكل التي تكون لدينا في الجانب التربوي نستطيع إدخال هذه الطريقة لحل مثلا عدم لماذا هو لا يقوم بحل الواجبات مثلا أستطيع أن أفهم ما هو السبب وأضع بعض الحلول ولكن هي مناسبة جدا عند عملية التدخل السلوك عند قيامه بأي من الأعمال هو بالتأكيد لدينا بعض السلوك دائما يصدر من الأطفال بسبب يعني هو عندما يقوم بأي سلوك عندما يقوم بأخذ مثلا الأطعمة من زملائه داخل الصف يأخذ وجبة زميله عندما يقوم في المنزل مثلا بأخذ لعبة أخوه الصراخ بصوت مرتفع هناك سبب لهذا السلوك دائما يعني هناك سبب يعني لا يقوم بهذا السلوك بدون أي سبب لا أنا أريد أن أفهم ما وظيفت هذا السلوك لماذا هو يأخذ الواجبات من زملائه داخل الصف أن أفهم لماذا قام بهذا السلوك هذا يساعدني في التدخل الصحيح بالتأكيد غالبية الأطفال وجل الأطفال هناك أسباب وظيفية وواضحة للسلوك أبنائنا ذوي طلب طيف توحد كذلك ضمن هذه القاعدة ولكن بالتأكيد هناك سلوكيات كثيرة ربما لا نستطيع أن هناك سبب خلف هذا السلوك خصوصا مثلا مثل رفرفة الأيادي بعض الحركات النمطية والروتينية التي يقومون بها ولكن بشكل عام غالبية السلوكيات التي يقوم بها الأطفال هناك سبب معين لظهورها ويعني لماذا هو يقوم بهذا السلوك إلا أن هناك سبب يعزز ويكون مثير لظهور هذا السلوك إذن يعرف التقويم الوظيفي للسلوك بأنه إجراء يساعد فريق التربية الخاصة لفهم وظيفة أو هدف السلوك السلبي المستهدف وعليه فإنه من المهم التأكيد هنا على أن عملية جمع البيانات تعد عنصرا أساسيا في التقييم الوظيفي للسلوك إذن مهم جدا في هذه العملية وحب نحب عن عملية جمع البيانات عندما أنا أريد أن أحدد ما هو السبب مهم أن يكون لدي خطوة مع هذه العميل هي التقويم للسلوك لماذا هو يقوم بالسلوك وأفهم لماذا هو يقوم بهذا السلوك ما دافع هذا السلوك أن أعمل على جمع معلومات يجب أن أعمل على جمع معلومات ما السبب الذي يجعله يقوم بأخذ الأطعمة من زملائي داخل الصف الذي أحيانا ربما يقوم بأخذ الأقلام أي الكذب مثلا يكذب داخل في المنزل أو في الصف أذهب وأفهم ماه ولماذا يقوم بهذا السلوك يعني ما هي وظيفة السلوك الذي قام به الكذب أخذ الأطعمة الصراخ البكاء أفهم لماذا وما هي الأسباب التي جعلته يقوم بهذه العملية بعد ذلك بعد هذه العملية سأعرف ما هو التدخل المناسب والصحيح العمر المستهدف أثبتت فعالية هذه الممارسة مع ذوي اضطراب طيف التوحد منذ الميلاد وحتى عمر سنتين وكذلك إلى 20 سنة إلى مرحلة الشباب 19 إلى 22 سنة مجالات التطبيق يمكن استخدام التقويم الوظيفي للسلوك بشكل فعال كتدخل فعال لعدد من المجالات ومنها المهارات التكيفية والسلوك والتواصل والاستعداد المدرسي إذن بإمكاني أن نستخدم هذه الطريقة لتعديل السلوك في العديد من المشاكل منها كما ذكرنا التواصل المدرسي وغيرها أقوم بتقويم وظيفي للسلوك وتحليل هذا السلوك لماذا يظهر من الطالب ونحن نتحدث بالتأكيد عن السلوك السلبي عندما يكذب مثلا في الصف لماذا هو يقوم بالكلب عندما أسأله هل قمت بحل لم يقوم بحل واجب لماذا ما حللت الواجب مثلا يا خالد يعطيني أي إجابة أو يقول نسيت الكتاب لم يحضر الكتاب لا يحرص على حضار الكتاب للمدرسة في المنزل ربما دائما يقوم بالبكاء بصوت مرتفع عندما يريد الحصول مثلا على لعبة اللعبة كانت مع أخوه مثلا في البيت فإنه يقوم بالصراخ والصياح والبكاء بصوت مرتفع حتى يحصل على هذه اللعبة فيجب علي أن أعرف وأفهم ما هو سبب هذا السلوك كما ذكرنا دائما التقويم الوظيفي للسلوك وتحديد هذا السلوك وما وظيفته لماذا هو قام بهذا السلوك وأعمل بعد ذلك على حل بالتأكيد طبعا السلوكيات لماذا تحدث في غادي بالأحيان لدى الأطفال هو إما يرغب بالحصول على شيء يريد الحصول على شيء أو هو يريد الهروب وتجنب الحصول على شيء يعني هو مثلا هناك واجب ممل فهو يرغب بالهروب منه تجنب حل هذا الواجب فأحيانا هو يريد الهروب من هذه المشكلة أحيانا يكون سهل جدا وممل ولا يريد حله أحيانا يكون صعب وكذلك هو يهرب منه أحيانا يريد أن يتجنب اللوم يعني ليش ما حليت الواجب واش فيك واش السبب فهو يهرب ويتجنب بعض المشاكل بهذا السلوك وأحيانا لا هو يقوم بهذا السلوك لأنه يرغب بالحصول على شيء يعني غالبية السلوكيات إما أنه هو هذه السلوكيات لا أفهمها هو يرغب بالحصول على شيء أو هو يريد التجنب والهروب من بعض المهام أيا كانت المهام ربما كان حل واجب كان مثلا يقوم بسقاية يعني مساعدة أهله في تنظيف السفر ومثلا بعد الانتهاء من الأكل الكثير من السلوكيات ولكن دائما تكون في هذه الجانبين إنما يعني إما يرغب بالحصول على شيء أو يريد الهروب وتجنب وقوع شيء هذه هي الأسباب للسلوك بعد ذلك عندما أقوم بتحديدها وأفهم ما هي الوظيفة للسلوك أقوم بإجراء التدخل الصحيح والمناسب للسلوك كما ذكرنا في العديد من الطرق التي تساعد باستخدامها مثل المهارات التكيفية السلوك التواصل وكذلك الاستعداد المدرسي كل هذه مجالات أستطيع تطبيق التقويم الوظيفي للسلوك من خلالها وأستطيع كذلك إدخال بعض الطرق الأخرى لتعديل السلوك عندما أحدد وظيفة السلوك أعرف أن طريقة المناسبة لتعديله هي الإطفاء أقوم باستخدامها معه فبالإمكان استخدام هذه الطريقة وإدخال طرق أخرى مع هذه الطريقة بنفس الوقت أحب في نهاية هذه الجلسة أن أشير إلى بعض بمعنى ما يحتاجها الأبن عندما يذهب إلى المدرسة في حقيبته المدرسية مهم جدا أشرنا في جلسات سابقة في هذه الجلسة هناك بعض الأدوات التي يحتاجها عند حضوري للمدرسة ذكرنا وجود الأقلام البراية المصطرة كذلك من المهم جدا كذلك أن يتواجد مع الطالب ذكرنا صندوق للطعام فيها الأطعمة التي يحتاجها وكذلك من المهم جدا أن يقوم بإحضار ماء يكون حافظة تحفظ الماء البارد تساعد بأن يكون طوال وقت الدوام الماء بارد مناسب للطفل من المهم الانتباه لها وبالإمكان وضع ورقة صغيرة بجانب إما حقيبة الطالب في المنزل أو بجانب السرير أضع من خلالها إشارات أن قمت بهذه المهمة وضعت وجبة الطعام القلم الموايا قمت وضعها بالشنطة أقوم بالإشارة ووضع علامة صح عليها عندما أقوم بها لكي لا يفقد الطالب أي من الاحتياجات التي يحتاجها بشكل يومي داخل المدرسة إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيبي المشاهدة تشرفت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر طبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر